اشتركوا في القناة 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 زي سيارتك هذه كلها الظل آمنة إلا في حال أنك تعرض للسرقة وأيضا سؤال آخر يقولك كيف ستأثر على اللعبة إذا كان هناك عدد صغير من الأشخاص اللي يلعبون السيرفر نسهل لكم أو بمعنى آخر لما يكون السيرفر فيه 60 لاعب أو مسموح للعدد الأقصى 60 لاعب والذي خاشين اليوم مثلا 10 لاعبين طبعا جوابهم كان كل ما كان عدد المتصليين بالسيرفر أكبر كان أفضل بجميع للعاب وحل مشكلة قلة اللاعبين راح يكون فيه بوت أو AI كمبيوتر يكون موجود في المحل يبيع لك الأغراب محل الأسلحة يكون فيه AI يبيع لك الأسلحة وهكذا سؤال جدا مهم ألا وهو كيف ستعاملون مع الهاكات أو المخربين بالسيرفرات جوابهم كان بيكون مسؤول في السيرفر قادر على أنه يعين مشرفين واللي هم لاعبين مثلنا ويكونون على قد الثقة والمشرفين بدورهم يعطون المخالفين عقوبات برضو سؤال آخر ويش بيكون معي إذا رصبنت في مكان أو مدينة فاضية يعني رميت في الخلق الجواب بيكون فيه مباني أساسية احتياطية مثل مبنى البلدية ومستودع فيه كمية صغيرة من الموارد وبيكون معك مبلغ بسيط تمشي أمورك فيه تشتري ملابس أكل طبعا لسبب ما تأجلت اللعبة قرروا أن اللعبة تنزل كاملة في ديسمبر من هالسنة على الرغم من أننا قلنا أن الإيرلي أكسس بيكون في الفترة من 6 إلى 12 شهر من بين ديسمبر 2019 إلى يونيو 2020 وبلاش نكثر كلام زيادة نخليكم تستمتعون بالجيم بلاي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة